قصص نسجتها المعاناة وصارت تتناقلها الفضائيات ووسائل التواصل بثا حيا مباشرا لأقصى معاني البؤس والشقاء في غزة وجوه رسمت تفاصيل المأساة لملامحها رسمت بعدا جديدا وشاب الشباب لهول ما رأوه من قصف وتدمير لكل معاني الحياة من حولهم وعلى الرغم من كل ذلك ما زالوا على صمودهم حتى صاروا أيقونة للعالم في حب الوطن والعجبة فهم الشعب الفلسطيني أصحاب الأرض في أحضان مخيمات النازحين بقطاع غزة تتشكل قصص البؤس والمعاناة التي يعيشها أبناء الأرض الفلسطينية أرواح مجروحة ووجوه مليئة بالحنين والألم تحكي لنا قصة جرح لا يندمل وحزن لا ينتهي في ظل ظروف قاسية لا يمكن تصورها إلا لمن عاشها أحاديث النازحين تروي قصصا مؤلمة تحمل في طياتها أحداثا مأساوية فبين خيام النزوحة يتناقل الناس حكايات القوع المستمر والحاجة المسة إلى الغذاء والدواء الذي هو شريان الحياة بالنسبة لهم تزداد الأمان بقدوم عيد الأضحى ولكن وسط هذه الأمان المتوهجة يظل الواقع المرير يلوح في الأفق يذكرهم بأن حقوقهم الإنسانية البسيطة تنتهك وأن أحلامهم تتلاشى في غياه بالحرب والنزوح لا فيه مصاري ولا فيه شغل ودارنا نهدت وأرضنا لكينا بيارة يعني نضم اللمون ونضم البردقان اتجرفت كل ما نراحت ولا أني كان أنا إلي صار كانت إلي صيارة أسوق أبيع بضايا نثريات راحت تحت الدار كله عدم ما ظليش إشيء وفي معركة البقاء يواجه ما يقرب من واحد وواحد من عشر مليون فلسطيني في غزة خطر المجاعة ويعيش آلاف آخرون في شمال القطاع في حالة يمكن وصفها بأنها مجاعة كاملة وفقا لتقارير الأمم المتحدة لا يمكن تجاهل حجم الكارثة الإنسانية التي تضرب القطاع حيث هرب نحو ثمانين بالماء من سكانه من ديارهم بحثا عن الأمان والحياة الكريمة من المعلبات والنواسف كل أولادي كل يومين بودي ولد على المستسفى طب ليس صار؟ إحنا إيش اللي عملناه؟ ما الصدى حرام عليهم؟ ليس ما بحنوا كل الدنيا علينا ليس كل الدول ما بتحن؟ معاناة الفلسطينيين لا توصف وتدعو إلى التصرف العاقل لإنقاذ الأرواح وتوفير الإغاثة لهؤلاء الفلسطينيين الذين يعانون في ظل الصراعات المستمرة لذا لن يكون هذا العيد مقرد احتفال بل سيكون صرخة من أعماق الوجدان تنادي بالعدالة والإنسانية وتطالب بإنقاذ الأرواح المنهكة وإسعاد القلوب الحزينة فقط حينها ستشرق شمس العدل والسلام على هذه الأرض الممزقة بالحروب والمعاناة ترجمة نانسي قنقر